اشتركوا في القناة بروتوكول. نحن نتعرف أكثر عن الموضوع مع أستاذ بسام عبد المسيح. أهلا وسهلا فيك أستاذ بسام. وصباحك يا رب. وهنا نحكي بروتوكول للشخص الذي يمارس هذه المهنة. خليني أقول. شو العلم يجب أن يتبعه وكيف يجب أن يتواجه ليكون عالم أو خبير بروتوكول. سمحي لي بداية عيد المشاهدين بعيد الفصح المجيد. وسلفا بعيد الفطر السعيد. وإن شاء الله العياد اللي جاء تحمل إيامي لغزة وفلسطين. بالنسبة لسؤال حضرتك. طبيعي اللي بده يتولى بروتوكول أو يتولى تنسيق مراسم معينة أو تشفات. بده يكون على بيّنة من عدة أمور أساسية. هذه بيكتصدها بالعلم. بيكتصدها بالسقافة. وبالبحث الشخصي. أكيد إضافة لهوضة ثلاثة. بده يكون على ممارسة فعالية على الأرض. يعني اليوم ما بيكفي نأخذ المعلومات. فيك تفوتي على الإنترنت. تأخذي المعلومات. إذا خدنا كل الكرات طبع الأضاء. هل يطر بصير قاضي؟ أبدا. أو كل الكرات طبع الميتسين بصير طبيب؟ أبدا. هذه بده ممارسة إضافة للمعلومات التي ذكرناها على الأرض. ليصير خبير لحتى يقدر يلاقي جواب لكل سؤال أو يلاقي حل لأي مشكلة ممكن يواجهها. لأنه هي مهمته. هالحدث اللي عم يتولى تنسيق أعماله يطلع بصورة ناشحة بنسبة غلط سفر. لأنه اليوم بتطلع أنت على بعض الاجتماعات أو بتطلع على بعض الإيفنتس اللي منشوفهم. المشاهد بيعرف أنه مرتاح. آشع كل إنسان بمكانه معين. هيدا شغلكم؟ شغل حضرتك. أنت اللي لازم تنسيق بهيدا الموضوع؟ صحير. يعني إذا جيتي مثلا لطاولة مجلس الوزراء. لما بيقعدوا الوزراء هيدا خاطعة لدراسة دقيقة أول شيء متعلق بالأقدمية يعني إذا رئيس مجلس الوزراء على رأس الطاولة. إذا ما كان حاضر رئيس جمهورية. بيكون هو على رأس الطاولة على يمينه نائب رئيس مجلس الوزراء على طول. على يساره بيكون أقدم وزير. الوزير اللي له أقدمية بالحكومة أو بتولي الوزرات. وهلما جرا إذا خلصت الأدميات. يعني عندنا وزر جديد لأول مرة. منتبع الأبجدية تبع اسميهم. حسب الأبجدية. وهلما جرا للأخير. فإذا هذه الصورة للمواطن متبعين عادية. صح. إنما للإدارات هذه دقيقة كتير وما بتتحمل أي خطأ. خبير البروتوكول يجب أن يكون عنده ألمان بكتير من الأشياء. يعني ما تمفهمت منك. لازم يكون آر الأنون. لازم يكون آر الدبلوماسية. كل شيء له علاقة بالسفراء. صحيح. صح. بدأ درس. طبيعي يعني بالحد الأدنى. لازم يكون على بييني من صاحب اختصاص بالأنون. العام الإداري. للأنون الدستوري. للأنون العلاقات الدولية. هذا كحد أدنى. إضافة لهذا. بدأ يكون ملم بالعمل الإدارات. بدأ يكون مشتغل على الأرض بين الإدارات. هذا في لبنان. بالنسبة لبرة. بدأ يكون على معرفة بالرؤسة. بدأ releasing معرفة بأسميهم. بالحد الأدنى. مش كل الرؤسة عن طلو. بالحد الأدنى. بدأ يكون على معرفة فيهم. حتى لما بدأ يصير في حدث موجود في أي حدث برات بلده أو برات لبنين إذا خذنا لبنين مثل يعرف يتصرف ويكون عنده الأهلية والكافئة يكون هالحدث على أتم يرام بنسبة خطأ صفر البروتوكولي اللي بيطبق بلبنين هو نفسه ممكن يتطبق بكوريا ونفسه بيكون بفرنسا نسبيا القواعد العامة أو الاساسية هي وحدة بس بتختلف حسب الدول مثلا باليابان ما بيحبوا كتير المصافحة والتبويس وكذا بالدول العربية لا هذه أمور مطلوبة بأوروبا يعني مختلفة شوية نسبيا أو بأمريكا فهي متعلقة بعويد وبتقاليد كل دولة بدولتها يعني إذا كنا نحن نتبع البروتوكول خلينا نقول بين مزدوجين اللبناني ما بميرسوا على أشخاص تانيين جايين من غير دولة لما بيجي لعنا ضيف وأنا عم بحكي عن البروتوكول الرسمي أو السياسي مش السياسي نسبة للسياسيين نسبة للرئاسات لما بيكون جاي اللي عندي ضيف وبدو يتحضر ملف الزيارة بيكون خبير البروتوكول أو الشيف طبعا البروتوكول أكيد بيكون معه جهاز بشري وتقني واسع بيكون عم بحضر ملف الزيارة بيكون عم بيدأ بكل التفاصيل باللبس يمكن هل الرئيس اللي جاي ما بحب يعطوه للبس كرافات منلفت نحن نظر رئيس عنه أنه بهالوقت ما رح يكون فيه كرافات إذا حضرتك بتلاحظي بعض المسؤولين عنا بلبنان أوقات إذا من يعني رؤسة عم يستقبلوا بعضهم إذا شخص مش لابس كرافات دغري التاني بشيلة بشيلة ليه بشيلة تاني بحطة هلأ يمكن فيه ظروف معينة فيه ظروف منخية فيه ظروف وقت يمكن يمكن متاع الرجل السياسي أو الرجل الديني هو المسؤولية تقع عليه بتصرفاته باللقاء ولا خبير البروتوكول أنا عطول عندي قاعدة بتقول النجاح هي للمسؤول والفشل هو لخبير البروتوكول لأنه هيدا شغلته اليوم المسؤول خبير البروتوكول مش أسكى من غيره أو أفهم من غيره لا صاحب اختصاص هو شغلته يريح المسؤول ببعض التفاصيل بالنسبة للكرسي وإذا على اليمين أو على الشمال بالنسبة للعلم بالنسبة للضيوف بالنسبة للإستقبال بالنسبة للوقت خبير البروتوكول يبلفت نظر الضيف أو المضيف أنه الوقت تنتهى بالنسبة لها المناسبة هيدا هيدا مش فضيلة المسؤول أوقات المسؤول يبقى عالم كبير بالأدب وفيه يعمل أي خطاب بس ما عنده وقت في من يعمل له هالخطاب طبعه فإذا خبير البروتوكول هو مسؤول عن هيدا التفاصيل لبيريح فيها المسؤول حتى تنجح المناسبة إن كانت على صعيد داخلي بين الرؤسة بلبنان بين الرئيس والوزراء بين الرئيس والضيوف أو إذا كانت على صعيد ضيف من بره جاي على المستوى رئيس دولة أو رئيس وزراء الصورة اللي نحن كمشاهد منشوفها الفيديو اللي منتابع لأي لقاء بين هيدول الرؤسة فيه يمكن رسائل مبطنة عم تحدث بها الصورة بس نحن ما منعرفها من لون اللباس من شكل الورد لون الورد لمقعد إذا قاعدين يمين أو شمال أعلام هيدول هوا أنتو بتعملون أنتو بتخططوله لعم تتفضل فيه مضبوط مية بالمية طريقة جلوس الضيف لما رئيس دولة عم يستقبل رئيس دولة تاني إذا قاعدوا على يمين ويكون عم بكرموا وهيدا الأصول إذا قاعدوا على يسار ويكون عم بيودي له رسالة سلبية وهيدا بين الوزرات وبين الإدارات وبين الدول تفهم أنه رسالة سلبية هلأ المواطن ما بينتبه له لأنه ما في داعي يكون على بيين من هالتفاصيل هيدا بس بالنسبة للدول هيدا بتعني إشارات سلبية إذا قاعدوا على يساره إذا اللبس ما كان رسمي إذا الكلمات يعني بتوصي الرسالة سلبية دو شك إذا عنا عنا بيان مشترك إذا ما في بيان معناته الاجتماعات ما كانت كتير مصمرة ولا إيجابية لما بيطلع رئيس دولة ضيف من الدولة المضيفة إذا مودة برئية من الطيارة وشكر فيها الرئيس المضيف معنيته هيدا كمان بتدل على عدم رضع عن الزيارة هادي هالتفاصيل بين الدول بين الإدارات فيهن إشارات تفهم بحجم الواقع لهالدولة المضيفة أو الضيف ما أعلن عنها بس نحنا وصلت نعم معقول يكون الرئيس هو يفشل البروتوكول كيف تتصرفوا بهال الرئيس ما بيفشل أبدا ما بيقدر لأنه هالصورة بتناكس علي ولا رئيس بيفشل هلأ ممكن يصير فيه هفوات غير مقصودة بتمر يعني مضرورة تكون مقصودة أو تكون يعني بدأ أسارة سلبية ممكن بس لا الرئيس حريص جدا نعم عم نحكي على مصطور رئاسات نعم حريص أنه تكون هالمناسبة اللي صارت عنده أو ببلده مناسبة ناشحة 100% التراتبية لكانها الأوسمة الشهدات الأقدمية كمن الجندرية بتلعب دور النساء والرجال بالنسبة للفرق نحن منعتمد بالتنظيم بالنسبة للوزرات الأقدمية يعني الوزير الأقدم بيتقدم على الوزير الحديث نعم إذا عندنا اتنين وزراء بزيت يعني بزيت الأقدمية وبزيت الحكومة وعندنا مععد واحد طب كيف بدنا وهي حدثت وصارت نعم يعني هيدا خبير البروتوكول يجب بمعلوماته الخاصة ومتابعته لعمل الوزر لأنه ممكن يواجه هكذا موضوع يشوف مين بيحمل أوسمة أكتر مثلا اللي بيحمل أوسمة بيتقدم على الوزير اللي ما بيحمل أوسمة يعني خبير البروتوكول يجب يكون موسوعة من المعلومات ودايبا عنده بس قد تلعب الحكمة دور قد تلعب الليئة دور قبول الآخر أنت ما يمكن ما بتعرفوا لهالوزير دون شك قديش هيدول اللي بتشتغلوا عليهم بدي يكون خبير بهالمضمار هيدا بدي يكون صاحب شخصية تخليه يوصل رسالة لهالشخص اللي أخطأ أو هالشخص اللي عم يطلب طلب ما منقدر نحققه بكياسة وبلا بيئة بدي يكون عنده قوة الملاحظة بدي يكون بيله طويل بدي يكون عنده ساعة صدر يتحمل بدي يكون صاحب شخصية يقدر يوصل رسالة نحن بدنا نوصله أنه لا ما منقدر بيحصل البيئة وبكياسة وبلايئة كاملة بدي يكون طويل بيل جدا بده يتسوي بالمشاكل اليوم عنا مناسبة فيها ميت ضيف وثلاثين كرسي قدام المية بدهم يقعدوا قدام بدك تقدري تقنعيهم أنه لا مش محلك مع أنه المقعد قدام لا يصرف بأي محل هيلو إيمي بعد عنا نحن هيدا العقلية كتير بتشوفها بعدين ما بيكفي مثل ما قلت لحضرتك أنه المعلومات يكون عنا العلم بده يكون عنا المعرفة الدقيقة بالمجتمع يعني اليوم إذا جينا للبنان البروتوكول بيقول إذا وزير أو نائب سابق فينا نحطه رابع صف أو رابع رانجية لورة طيب هيدا إذا منطبقها بلبنان منعمل المية مشكلة مية بالمية لأنه نحن عنا زعمة هن اللي بعينه الوزراء هن اللي بتقدموا كيف بدك تحطي الوزير اللي هو عينه قدامه شو بيصير بها الحال بدنا تحطي الزعيم نحن يعني الزعامات صار مشكلة بالماضي سنة الخمسة وتسعين بالبقاء كان حضر رئيس جمهورية بمناسبة ومسؤولين البروتوكول عم بينظموا حسب البروتوكول يعني وين جوا مشكلة مع زعم العشير بالبقاء منطقة عشائرية اي طبعا اتدخل أحد الضباط الأمن هونيك يقدر يحلل لأنه بيعرفهم أنه لأ ما بسمحولنا فيها وكذا لأنه هوني بمجتمعاتهم بيتقدموا على هو بيكون معين الوزير أو النايب بده الرضا اذا ما نحكي بالبروتوكول بمؤسسات يعني منبلش مين أكتر رئيس الجمهورية نحن عنا دوائر البروتوكول بالدولة وعلى رأسها أشخاص كفؤين وممتزين جدا هي مدرية المراسم والتشريفات بالمدرية العامة برئاسة الجمهورية نعم وعندنا مدرية المراسم برئاسة الحكومة مدرية العلاقات العامة بمجلس النواب ودائرة المراسم بوزارة الخارجية هوني الدوائر الرسمية اللي بيتعاطوا بالبروتوكول رسميا ومهنية عالية واختصاص كامل أكيد خبر البروتوكول عنا بلبنان مش كتار ليل يعني ما بيجيوزوا يمكن عدد اليد الواحدة بس خبر الاتيكات اللي هو دومان تاني نحكي عنه أكيد اسم الله وكلهم ممتزين وكفؤين وأعلان وعندهم عمل بلبنان وخارج بس ننقل من أعلى رتبة نقول هي رئاسة الجمهورية من بعدها من روح لما يلجيش القضاء كيف كيف بتصير التزام رئاسة الجمهورية بيجيو الرئاسات من بعدها رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء رئيس جمهورية سيبي بيتقدم نائب رئيس حكومي نائب رئيس نائب رئيس مجلس نواب نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس طائفي وبعدها من روح للوزراء والنواب يعني عندك في ليستة في ليستة طويلة وين ما كان هيك ولا عندنا بس نحن بالبنان هيك لا بغير دول دول علمانية ما بتصور لاحظة رئيس طايفي إلا قصة السناء إنما عنا بالقانون موجود ترتيب طبعا كمنا سؤال إذا نصار غلط بروتوكولي يحاكم يحاسب خبير البروتوكول على خطوط يؤلهم لازم يحاسب هو بشغلته ما يصير خطأ يعني في ستنا في محلات ممنوع الخطأ فيها الخطأ بجوز إذا أنا ببيتنا عم بعمل شغله أنا أقول والله لأنه الرسائل مبطنة ما تمكننا عمله بس خطأ بهذا الموضوع بيحرج الدولة إحراج شديد ونحن شفنا هالموضوع صار لما صار في احتفال رسمي باللبنان من كم سنة وغلطوا بالأعلام الدولة اللي غلطوا بأعلامها احتجت وإلى ما هنالك وصدر بيان أنه هذا سوء يعني سوء انتباه من الموظف المعنى وتعالجت لازم يحاكم مش في هدف المحاكمة أو العقاب لا تصحيح الخطأ والانتباه لحتى ما يتكرر يعني الخشبوشية مش موجودة مستحيل ممنوعة هيدا دومان ما في خشبوشية في مهنية في حرافية في جدية هلأ بعض الناس بيعتبروه أنه مجال للعلاقات العامة والاستقبئ لأنه في بعض الوزراء بعض النواب بعض الرؤساء كمان خرقوا شوية من البروتوكول يبينوا هن راب من مجتمع ونقراب من الناس يجوز يجوز الرئيس فيه يخرق البروتوكول حسب رغبته بس ممنوع يخرق البروتوكول أحسابه أحسابه يعني اليوم مثلا إذا رئيس الجمهورية عنده موعد الساعة 8 8 وربع ما إجا الضيف خلاص يلغى إذا راد هلأ إذا هو بيسمحته بده يستقبله ممكن أكيد بس هذا موضوع يعني فيه ما فينا نخرق البروتوكول على حساب الرسميين أكيد بالحروب والإشياء اللي بتصير صعبة ببطل في البروتوكول بالحروب والأزمات ما فينا نحاسب رئيس أو مسؤول كيف كان واقف وشو كان لابس ووان كان حطت إيده لا 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 بالأزمات وبالمشاكل البروتوكول بيوقف نشاطه كليا خبير البروتوكول لازم يتعلم الاتيكات ضروري 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 اللي عنده اختصاص اتيكات مش ضروري يكون اللي عنده البروتوكول هو اتيكات على مستوى أوسع ورسمي أكتر الاتيكات هي أصول السلوك الاجتماعي كيف نحن بمجتمعاتنا العادية مش الرسمية السياسية كيف بيقض كيف بيكون كيف بيكون الفنجان وكيف بيكون الصحن ووان بتكون الشوكة وإلى ما هنالك وان بنوقف شو مكون الليبسين يعني اليوم بس لضيف شغلة لما بيكون عندنا تشكيل حكومي وبيخدوا صورة تسكرية إذا بالصيف كانت العوايب تقول أنه يلبسوا أبيض هذه اتيكات من هيك بالشتي عايب أنه يطلع مسؤول يلبس أبيض عايب هلقات أو إسبادري مثلا كمان هذه شفناها نافرة هذه البروتوكول بحق إذا بدي أحكي بالاتيكات المسؤول عايب يلبس ساعة المينة تبعها سودع بالليل أف تخيل يلوين هنا قالوا لي لازم اخطب بس بدي أسألك سؤال الكبولات يلي صارت على المطار والغلط يعني أنا ما بسمح لنفسي على بس هون الخطأ عامين هيدا اللي بدي أخطب الجهاز البروتوكولي عادة لازم مسؤول البروتوكول يطلع ينزل ضيف أساسا معرفتي لش نزلت يعني هي لش عم تنزل لوحدة الضيف الطليانية هذا أولا تانيا مسؤول البروتوكول رئيس جمهورية رايحوا معه شيف البروتوكول على اليابان ما كلهم بيشبهوا بعضهم كيف بعرف أنا من رئيس الوزراء ومين مرافقه ومين وزر هذا موضوع أو بالصين هذا موضوع مسؤولية شيف البروتوكول وخطأ كان ممكن يتليفى صح هذا هو اللي بدنا نقوله دايما قبل البروتوكول يرافق أي شخصية وينتبه لأي خطوة وهو اللي بيضوي للمسؤول على الخطوة الثانية إنه هلأ شو بدنا نعمل هلأ وين بدنا نقل صح مش معنيته إنه هو بيعرف أكتر من الرئيس أبدا بس الرئيس بيكون عنده اهتمامات ثانية يعني مش فاضي لهذه التفاصيل شكرا لك أستاذ باسا بما تنسي أهله سهلة فيك دايما بيوم جديد فاصل بسيط مشاهدينا ومن تابع